دلوقتي جمعتكم بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي نجوم أفقام على كيفك أهلا 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 بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجنا بصراحة على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي ونجوم المترو طبعا اللي بيتكلم واحد اسمه يوسف الحسيني خلونا نخش في الموضوع بتاعنا يوسف من الناس اللي مقتنعة بحاجة مهمة جدا مقتنعة إنه ما ينفعش إنه تفصل نفسك ولا كفرد عن المجتمع ولا تقدر تفصل نفسك كدولة عن كل المحركات اللي موجودة خارج هذه الدولة يعني ما فيش حاجة بتحصل كده على الإطلاق على الأقل خلال أكتر من 70-80 سنة فاته يعني خليك تبقى عارف على سبيل المثال إنه محركات كتير من اللي حصلت أو أحداث كبيرة من اللي حصلت في العالم زي الحرب العالمية التانية كانت محرك رئيسي في معطيات السياسة العالمية قدت إلى تغييرات مهمة في الأنظمة قدت إلى تغيير حتى في مستوى وعي الشعوب وطريقة قبولها لطبقات الحكم مش عايز أقول لكم كلام كبير بس فكرة الفصل من قبل ما نخلق مصطلحات كانت أقرب إلى العالمة والعالمة القرية الصغيرة وأن كل شيء مترابط بس ده كان بيجرى ويمكن الحرب العالمية التانية على الأقل بالنسبة لواحد زي حالاتي كانت محرك شديد الأهمية اللي لم تكن المحرك الأهم سيبنا من ده علشان نبدأ نبص على اللي حصل اللي يمكن يكون حضراتكم تابعته بمحض الصدفة أو عن إصرار وتعمد لو صح التعبير مع سبق الإصرار والترصد كده اللي بيحصل في فرنسا وما أطلق عليه مظاهرات السطرات الصفراء إيه اللي بيحصل في فرنسا دون مبالغة وإيه اللي بيحصل في فرنسا دون تهوين وده قد يؤدي إلى إيه بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للقرة الخضراء أوروبا بشكل عام الاتحاد الأوروبي بشكل أقل عمومية وأكثر خصوصية وكمان على دول جنوب المتوسط اللي زي حالتنا أو الدول اللي عندها علاقات مع فرنسا أو في النهاية احنا بنتكلم على اقتصاد فلوس أكل حضرتك وأكل حضرتي وأكل أصحاب السطرات الصفراء أو السطرات الصفر خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو علشان الموزيع ما يرغيش كتير ونتكلم مع أهل الخبرة والثقة في نفس الوقت دكتور توفيق كليماندوس أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية والمحاضر بجامعة القاهرة نهرتنا يا دكتور بوجودك إزيه صح الممنون جدا رحمة الله يخالح هبدأ الأول بالمواطن اللي بيسمع اللي ممكن ما يكونش عنده دراية كاملة باللي بيجرى دلوقتي وتصحيح لي لو أنا غلطان أنه ما فيش حاجة دلوقتي ممكن تحصل وما تأثرش علينا وبالذات في أوروبا أو في دولة زي فرنسا فهبدأ إيه هي مظاهرات السطرات الصفراء؟ إيه اللي بيحصل في فرنسا؟ اللي بيحصل في فرنسا امتعاض شديد من سياسات ماكرون واحتبار أنه هو خان نول روح الوعود بتاعه إن لم يخن الحاجة نول النص بمعنى أنه هو انتخب مع كذا وعد منهم وعدين واحد أن يبقى حيبقى مستمع ويبني جسور ما بين فئات المجتمع ويحاول يعالج الاستقتاب وفي الآخر قال لا أنا رئيس الجمهورية وحاول يقل الدجول ونجح في حاجات يعني له وريد أن أقلل من شأنه وإلى آخره ده جزء من عضو طبعا هو عمل حاجات كثيرة بس أنا بأخذ دلوقتي سبب مباشر للمشكلة ومن ناحية تانية هو انتخب وأغلب خصومه أو عداءه بيول أن هو ليبرالي واتفهمت أنه على صفاته وعيوبه هو حيحرر الموهبة الفرنسية الكوادر الفرنسية المنخرطين في سوء العمل من قبضة البيروكراطية وقرفها وحيخف الدرائب وورا فدي هو حاول يعملها نجح في حاجات فشل في حاجات يعني نقول بصفر هو أنا أعتقد أنه هو حسن الوضع نسبيا بس الناس ما شافتش أو مش حاسة بيه وبعدين جيه في طبعا فيه امتعاض عام فرنسا مش من مش سابق لانتخابه إن الكدرة الشرائية بتاع الفرنسية الفرنسية عندهم من طبعا إنها في النازل بقى 35 سنة وإن بيدفعوا درائب أكتر مع جهاز دولة أداءه أقل ولسه بيتضاهر يعني دردي الخلفية ممكن أن أطول فيها بس هذا الخط اللي عام جاء حضرته راح راحات الدرائب بيئية على الوقود وعلى الغاز ورا وراح بررها إن ده ضروري لوصول المجتمع براعي البيئة وقالوا وانا مش هاخد منهم حاجة لانا اللي باخدوا منك حديولك كدعم لو انت اشتريت عربية الكهرباء الناس فهمتها وأعتقد الناس كانت على حق وكان التوفيق وما كانش موجود الناس فهمتها قالوا انت مش عارفت من الجايكن بنزين خلاص تجيب عربية جديدة طيب والناس مخنوعة مليئة مش قادرة حتى لو مدعمة لو كذا مش قادرة تشتري عربية غالية حتى لو مدعمة ادارته للأزمة دي فدي كنت موجود لما التصريحات دي كنت موجود في فرنسا لما التصريحات دي صدرت وانا اسبهليت وما كنتش لوحتي كناش فاهمين ازاي موك يقول هو أو وزراء يقول الكلام ده ومش حاسين ولا ايه ورصدت انا امتعاض شديد جدا بعد كده واضح دي بداية الازمة وفيه بدايات اخرى بس دي البداية بتاعت الازمة دي بالذات واضح انه كان فيه تشخيص عام في فرنسا سواء الناس المبسوطة او المدائقة ان الدولة مصابة بالشلل وان احزاب الحكم سواء اليميني او الاشتراكي ما عفوش انفزوا الاصلاحات الضرورية مع اختلاف كل واحد ايه الاصلاحات الضرورية وانا انا بقول لحضرتك اول ما الشعب اول ما الشعب يقوله بخ الحكم يروح زا Langowe مم فهو مشي وعد ان انا هنفز الاصلاحات الضرورية بقول لنكم هي كذا وكذا وكذا وساعملها ومش هي لن اترجع قدام الدروت الشعبية او الدروت الاقلية الممطقة وعمل الاصلاحات كل ناس في ناس كتير قالت له دي مش هتمشي دي راحت مشت فهو ما اخدش باله ان القصة مختلفة المرة دي يعني في مفارقة شديدة ان المظاهرات اللي قبل كده كانت بتحشي دكتور بس التأييد الشعبي لها قال دي العكس دي بتحشي القليل وغالبا هو حول على القصة دي لكن بتحظى بتأييد واسع اه فهو غالبا راهن انو ما هي لو بتبوص عليك في نسبة المشاركة وعدد المشاركين بتقل كل شوية وان فوق البيع دخلوا ده جماعات مؤدلجة وغيرها والناس عايزة بس تدمر دخلوا على خط الازمة فالناس هتخاف وهو هتأييدوا لغاية دلوقتي يمكن الموضوع ده يحصل يعني ازيل بس لغاية دلوقتي اللي حصل الناس بتقول ده اعمى واطرش والناس بتقولوا احنا عندنا مشاكل مع الدرايب احنا من يوم عشرين في الشارع ما فيش له في حسابنا وهو جاي بك لمصمم يتكلمهم على ان ده ضغوري للبيئة. فهو بيتحدث بلغة والشارع بيتحدث بلغة تانية خالص. اه. هو لا يسمع او لا يفهم او رسيح ترجمة النبض او نداءات الجماهير لو هو بيدي الانطباع انا ما اعرفش. قد يكون ده باصد جده ازا الانطباع. هو زاكي جدا فانا اعتقد ان هو افهم ومش عقول بيستعبط بس هو عايز يمشي اصلاحه. فا اه بيتكلم في اه بلغة اه اه انا شاهمته بتجيب بصيرة ايه بس استعبط يعني من الاخر مش عبط. طيب. وانه زا كان بيعول على فكرة انه الناس هتتعب والقصة هتعدي بالرامة الباقي عدة. وغير دولش اللي بيحصل لعاكر. وقد يكون هو على حق. انا هستأذن هنروح فاصل ونرجع بعض الفاصل احاول افهم. هنا هل يارى دكتور توفيه انه الناس هتتعب وهتروح ولا هيدطر ماكرون لاجراء اصلاحات هيكلية لو صح التعبير او جزرية نوعا ما من شأنها ارضاء الجماهير دول. خصوصا انه لا يوجد مؤيدين. ليه? لو صح التعبير في سياساته. فاصل ونكمل الكلام. انتم معه بصراحة مع يوسف الحسيني على لجوم فأم ولجوم فأم تي بي. اهلا بكم معنا وبنكمل كلامنا مع دكتور توفيق اكليماندوس استاد العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية. وجدت بقول هل الاحتجاجات دي تستمر وبالرغم من موجود تأييد ليها وفي نفس الوقت عدم موجود دعم من اي طيار لسياسات ماكرون يعني هل من الممكن ان ماكرون يضطر بعد ذلك ليه سماع صوت الاحتجاجات واجراء بعض الاصلاحات? هو اه مع تحافظي الوحيد على اخر من نص جملة اللي هو يعمل اصلاحات. هو بيعمل اصلاحات. المشكلة هل الناس بتوافع الاصلاحات دي ولا لا. تمام. هو اه قطعا مبرج نفسه على عدم الاستماع. بمنطق ان فرنسا متأخر جدا. انه لو استمع وابتدى يتفاوض. وفي مشكلة تانية بس خلينا في الخط بتاعي. اه مش هتقدم. اه دي من ناحية باز فحيبقى فشل اه زريع له لو ابتدى يتراجع. والفكرة دي هتشجع اي واحد مش وليس مبسوطين كتار ان هو يسمع صوته ويطالب اشياء. فهو هتبقى سابق. من ناحية تانية في المقابل واضح ان حاليا خطه اللي هو لا اسمع لا قرره وماشي في طريقي. والطريق ده كويس في فرنسا. ده خط فاقم الازمة دي تحديدا. مشت في ازمات سابقة او في اصلاحات سابقة. في الازمة دي الموضوع واضح انه تسبب فجر كارسة. ومن ناحية تانية فيه واظن ده عامل حقيقي العبدالي المهم. الارخاق شديد لقوات الشرطة. القوات الشرطة اساسا مش مبسوطة للاسباب. ممكن اخذ فيها ملاش دعو بالازمة. والازمة دي هي لتتحمل عباءها. فهي عايزة في ضغط قوي من قوات الشرطة. احنا مش قادرين شوف حل سياسي. فغالي ما هو حيحاول يقدم اه تنازلات. المشكلة المتأخرة. التنازل اللي كان ممكن يمشي من تات السابق او من اصبوعين. اه مش متأكد ان هو حيمشي انها قصة تقديم التنازلات انا اعتقد انها ضررية. بس فيه دايما السهال. بالتوقيت. اه بالتوقيت. وهل هي هتهدي الناس ولا تشجعهم على المطالبة بالمزيد. اه الحركة دي شكلت اه حاولت تبلور كمية طلبات. اه الطلبات دي اه مبررة. بس هل ممكن الدولة تتحمل تكلفاتها اكسرية دي ما عرفش. احتقد لا. اه فالمشكلة ايه? ان هو الناس ما بقيتش واثقة فيه. فيه ازمة ثقة شديدة جدا. فيه مشكلة تانية. وديه ليس من صنعه. لكن هو اللاعب عليها ودلوقتي تقلبت ضده. ان ما بين اي القمة. قمة السلطة والقواعد او المجتمع. يجب ان يكون هناك قنارات اتصال. قنارات دي هي الاحزاب. الاحزاب اليمين واليسار في حالة ازمة شديدة جدا. لا عندها اش مصداقية. حزبه لا عنده مصداقية. عم مكون من الناس. مش متواجدين في الدوائر. عشان ابقى مؤدبة. يعني بيبقى منهمكين في العمل التشريع وفي الاصلاحات. ومع انهم مش خبرة سياسية وا 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 وا. فما بيساعدوش. النقابة في فرنسا برضو في ازمة. يعني اللي بتفعه الاشتراكات 8% من قوة العملة. دي اقل دولة فيها نقابة قوية. بس المحية تاني هي نفس المشكلة مع الحركة دي. عندها شرعية. بس هو ساعة جاهدا لان هي عندها ثقافة ثورية. ومش ثقافة حكم. وهي دايما بتقول لا احاول تفديها في اضعفها. ودي سمحت له بتمرير اصلاحات سابقة. بس حالين هو محتاج يتفاول مع حد. ما عندهش حاج يتفاول معه. فالتانيين حتى ما شأنه اي حركة نشأت على شبكات التواصل الاجتماعي ما فيهاش قيادة. ولما بيبعتو له حد. الحد دا بيبقى مندوب. مش حقه يقول حوعدك بكذا او كذا. فهو حاليا ما فيش حد هو يقدر يتكلم معه. الموضوع في شك منه بيديقوه. في شك منه بيناس بيقول انا هتكلم مع مين. انا استعدى التكلم بس هتكلم مع مين. بس مداش اي انتباه ان هو هقدم تنازل. انا احتاجت حيطار يقدم تنازل. انما هو في. حيحاول يقلل من تنازلاته دا مش المزاج العام. وغالبا تنازلات دي. نقول ميزاتها مش هتهدي دول. بس يمكن هتديه تقييد شعبي اكبر من هو عنده. طب اي طبيعة التنازلات اللي ممكن تتقدم. حاليا ممكن ما هيطبقش القانون دا. او ما هيقول ان هيطبقه شوية قوي. حط قواعد بحيث انه. الموضوع مختبط بكدرة شرائية. هناك تنازلات اقتصادية بس يمش هتكفي ان هو القانون اللي هو طلعه دا بتاع كرارات زيادة الدريب. ما يتطبقش على طول. بس هتبقى فشل. هل ممكن في ناس كانت بتقول ناس من حزبه. ورجال اعمال فعندهم بعض الشعير. يقول احنا استفدنا كتير من بعض الاجرات بتاعته. انه اخفض مساهمتنا في التأمينيات. ممكن يطلب منه انا حنزبه دي مرتبة شوية. فيه فيه كلام بيتقال. بعد كده انا مش اقتصادي فما درش اقول لك الكلام دا واقعي مش واقعي الى اخير الى اخير. هي المشكلة ان هو بصرف النظر عن ايه اللي ممكن يهادي ولا اه هو اه حط نفسه في موقع لو قدم تنازلات دي دي هزيمة. لازم يطلع منه. ما عارف شوية زي. ولو ما قدمش تنازلات. الوضع هيتفاقم والشرطة مش هتعرف تستحمل كتير. هنا تفتكر انه الوضع قد يطول يعني الوضع بالطريقة دي ما كرامش هيقدم تنازلات على شام يبقاش مهزوم. وما كرام ما ينفعش يكمل في اللي هو بيعمله الا الوضع هيتفاقم. وبالتالي بحاس ان هي حالة ركود ايجابي اذا صح التعبير. يعني مفيش حراك حقيقي بس ما بيصبح مصلحته هو. في كل الاحوال. هو ما يدعش يستحمل دوليا انه باريس تتحق كل يوم ثبت. فهو لو ما بنسمع الترفين الخلاصة الطبيعية لو هو كل واحد يعني ما يقوله انه ما هو حيطر. انما عندنا امل ان واحد منهم حيطحرك. وان هو حيحاول يقدم تنزلات او يا الحزب يا جهاز الدولة حيقوله خف بقا. او ان التانيين حيجمعوا برضو ان هو الجزء من التأييد الشعبي ابتداء يتأكد. وانا المشكلة الحالية من التأييد الشعبي احنا لسه مستنين في الحدود العالمية استطلعات الرأي. ما بعد الثبت اللي اقول دامي ان ما حصلش دامي فيه الثبت الساخن انت عم باع. ما شفناش بس طلعات الرأي. اه لازم نشوف الموازين الكوة شكلها ايه. انا اتمنى ان هو يقدم تنزل على الف النقطة دي. طيب انا هستطيع ان هروح لفاصل وهرجع بعض الفاصل برضو واحاول افهم اكتر. يعني زمان في فترة سابقة زي ما كنت بقولين كان من اواخر هيكات الحرب العالمية التانية كان فيه فكرة النزاعات القومية وصراع القوميات اللي حصل في اوروبا. وجرت الحربين الكبريتين وكان سابقة حروب اقل قليلة لو صح الدعبير في قرن التساعداشر. ما اقدرش اقول ان اوروبا ذاهبة الى حرب قوميات جديدة. ما اقدرش اقول برضو الى علو النزع القومية او القوميات الاوروبية. لكن اقدر اقول انه اصبح بيتعامله لو تقال كده بالبلد دي انه كل دولة ترى انه يجب عليها ان تتحمل مسئوليتها فقط دون تحمل اي اعباق اخرى. ومن سما تبدأ تتفك او تخرج برا الاتحاد. هل اللي حاصل في انجلترا هو بداية انهيار الاتحاد واللي بيجرى في فرنسا يبقى انهيار جوه مركز الاتحاد اذا صح التعبير فاصل ونفهم النقطة دي. انتو مع بصراحة مع يوسف الحسيني على لجومة ام ولجومة ام تي بي. لسا مكملين مع بعض في برنامجنا بصراحة وكل الترحيب بضفنا العزيز دكتور توفيق اكليماندوس استاد العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية. وكنت بقول انه هل اللي حاصل دلوقتي في اوروبا مسألة صعود انه على كل ان يتحمل مسئوليات وطنه فقط ولا يجب عليه ان يتحمل اي اعباء. انجلترا خرجت ومش عاوزها تتحمل اي اعباء او فواتير اخرى لدول من الممكن تسميتها بانها الجناحة الضعيف في الاتحاد. وبدأت دول كتير تحاول تفكر في هذا الموضوع. طب انجلترا خرجت ومكنتش جزء من العملة على سبيل المثال مكنتش جزء من الفيزا الموحدة. لكن فرنسا توصف بانها مركز لهذا الاتحاد. هل هنا اقدر اقول انه هناك في خطورة على وضعية فرنسا داخل الاتحاد. او انها ممكن تتحول الى القلعة الوحيدة البقية في يوم من الايام؟ هو في خطورة على مشروع الاوروبي. باختصار الموضوع مش خاص باوروبا فقط بس كل حتة في العالم تقريبا. او على الاوروبا والولايات المتحدة عشان نقعد في حاجات متابعة حشرية. انه تم تسويق العلامة في اول تسانيات ان كل الناس هتستفد منها وان كل الناس هتختني. الفئة الوحيدة اللي هتخسر هي الراجل. الراجل تحديدا. ليس الست. اللي مش متعلم. اللي هو بيشترل بايده. مش معندوش مهالات. طلع ان القصة مش كده. وانه العولامة اوان بتدور بكل الطبقات الفقية في الحتة دي. وهو كمان بتدور بقطاعات مهمة جدا او تقريبا كل طبقة الوسطى. على سبيل المثال عشان نفهم النقطة دي. مثلا الرشيط اللي بغالية الدولية في الجامعة هي ايه. كل يدفع مصيف غالية جدا. وهندي للفقرة بعض المنح. فعوان مش كل الفقرة عندهم منح. والطبقة الوسطى محدش يديلها منح. واللي بتلاي فاتورة المصيف كانت تلتمية يوروبا تلاف وحاجة كده. فهو في الانطباع انه الموضوع مش جاي بتامنه. سواء العولامة او المشروع الاوروبي. انطباع بيقسم المجتمعات. يعني في كل مجتمع فيه ما بين تلت وستين في المية من الناس. يعني ما بين تلت وستين في المية من الناس. تحترف نفسها انها خصة من العولامة والمشروع الاوروبي. دي حاجة. فمش عايزة عولامة. عايزة حماية. واحنا مشاكل مشاكل الاوروبي مش مشكلة الوحيدة. في مشاكل غريبة جدا وكسيرة. ان هو اوروبا ما عرفتش تقنع الناس انها مشروع حماية للمواطن. هي بالعكس في العقل الباطن. والقصة دي فشكوا منها صح وشكوا منها ظالمة. ان اوروبا هي تمرير للعولامة. فلا في ناس كتيرة عايزة تطلع. والنهاية تانية. في نقول شكل المجتمعات الطائر. البنية السكانية والاسنية طائرات. يعني فيه في كل مجتمع اوروبي دلوقتي ما بين خمسة وعشة في المية من المسلمين. ففكرة ان الصقافة المركزية هي لازم نقول تبجامع وطنية. وكل الناس بيتعلموا الصقافة المركزية الوطنية. فكرة ما بقتش ملأمة. بس الناس المتمسكة بالصقافة المركزية الوطنية دي. اللي هي مثلا في فرنسا العلمانية اليحقوبية. مش مبسوطة يقولوا هو اللي جاي هو الضيف هو اللي اقلم نفسه. مش انا اللي اقلم معا. رغم القصة مش ماشية بس. مش بس كده لان فيه قوة العولمة برضو عندها مشكلة مع الثقافة الوطنية. فهو عايز ثقافة عالمية تبه هي هي زي ما هي وانقائم على تعدد ثقافي. فيه بقى يعني ممكن اخشف الجزئيات بس بصرف عامة الحس الوطني موجود. مش في النخب. النخب مع علماء. شايف ان العولمة طبعا بتخلق مشاكل كتيرة بس في الاخرى هتصب في مصلحة الجميع. وفيه ناس كتيرة مش مبسوطة. بعد كده ممكن خايف اقول المدن الكبيرة مبسوطة ان الكلام مش دقيق والمدن صريعة والغيف مش مدىقين. باختصار فيه ناس خسرانة. فيه ناس متصورة انها خسرانة وفيه ناس كسبانة وعرف انها كسبانة. فلا فيه انقسامات يعني فيه ازمة حكم في كل المجتمعات مية ضعيفة جدا. ماكرون قاعدته الانتخابية وبتاله ده ده جزء من المشكلة لا تتخطى 15% من الناخبين. مش الانتخاب اللي راحوا انتخبوا بس من الناخبين. اسبانيا دولة ضعيفة جدا وعندها مشاكل جسيمة. ميركل ماشيا. ايطاليا لتحالف محل شك يعني تحالف ما بين اقس الامين و اقس ال اليسار. اللي دلوقتي ماشي. باسم عد برطايم المبارك الدعاء للوالدين. اروبا الشرقية فيه ناس متزمتة جدا او متمردة جدا دل قصة الى اخير. فلا فيه ازمة حكم وامريكا طبعا في الاستقطاب واضح جدا ما بين انصار ترامب و اعداءه. فلا فيه ازمة حكم بكل الدول والازمة سببها مباشرة وغير مباشرة العولمة. مش معنى كده انا علامة صحة والعولامة الارضة بس انا علامة اضعفت السير الحاكمة والنمازج الحاكمة في كل دول الارضة. مع صعود لا احزاب بتقولها خلاص يا بنا فضو اصير مش عايزين ان ارجع. بعد كده فيه مشكلة خاصة فيه مشاكل خاصة بالمشروع الاوروبي. انا مش عايز اطول على حضرتك. خالص خالص بالعكس. اه واحدة منهم انه لما هو مر بكزا طور وبكزا تصور دي هرجع عليها بعدين. بس المشكلة الحالية المباشرة ان هي معمولة على مقاس المانيا. اه بمنطق يعني ان مثلا المانيا عايزة عملة ثابتة قوية وهي كده بتاعها بتصدر في كل ما العملة قوية كل ما هي بتكسب. وهي الاقتصاد بتاعها مواجه اساسا للتصدير. اه فرنسا الاقتصاد بتاعها فيه عامل تصدير طبعا بس فرنسا يطلب للسوق الداخلية. وهو محتاج كل شوية يخفض العملة او يقدر يتلاعب بيها يخفحها. موضوع العملة الثابتة يبدأ جدا. ممكن نخش تفاصيل كتير. من الاخر لما حصل ترحيد المانيا. الدول الاوروبية بس سناء تاتشر بسراحة. خافت ان المانيا تتفق مع روسيا او التحاد سوفيتشمير. او انها تروح لوحدها. فقدموا تنازلات جديدة في اعاد تنظيم. كثيرة في اعاد تنظيم. والقاليات الوحدة الاوروبية هي تناسب المانيا تماما ولا تناسب فرنسا خالص. ولا ايطاليا ولا دول الجنوب. هم حاولوا يغيروا من الكتالوج بتاع الاقتصاد بتاعهم. ما عرفوش. وما عرفوش مش للدول افل وكذا. الموضوع صعب. ما تدرش تغير مصر. يعني صعب جدا تنتقل. على سبيل المثال في مصر. من دولة مركزية لحكم محلي. ولا مركزية في يوم ليلة. هم ما عرفوش ينتقل. في نقول المانيا وضعه للشمال فوادي. الجنوب فوادي ثاني. وأوروبا الشرقية فوادي ثالث. ألمانيا مش عايزة تقدم تنازلات للباقي. مش عايزة تقدم تنازلات لأسباب ممكن نفهمها. وفي عقد عشر سنين بلعت فيها ألمانيا الشرقية وشدت الحزام وقبل التخشف مريح. فجاي يقول اوكي انا وما تقوليش انك مش قادر على الإصلاح. احنا عرفنا نصلح نفسنا وعشر سنين معانا ما فارقتش معانا. فمش جاي انا وفرت فلوس. انا وفرت فلوس عشان امول العجز بتاعك. وانا عندي فورة. ونسبة الفورة في ألمانيا برضو في الزيادة على حس العالمة. فانا اولى الفورة بتوعي اولى من دعم الجنين بتاعك. الفورة بتاعك فرنسا في الموضوع غير ان هم بيحاولوا. يتعقلموا مع الرشدة الأوروبية. قصد النوخة بالفرنسية. من ناحية تانية ان الودافة دي فرنسا متفقة مع ترامب في التشخيص. مش طبعا في العلاج. انه انتو متكلموا كتير عن انكم ميزانيتكم مصبوطة. اوه كذا وكذا وكذا. انتو ما عندكوش انفاق عسكري. الانفاق العسكري بتاعكو انتو عايشين علي علينا. وعلى وعلى امريكا. عايزين انكم تساعدونا. احنا لوشينا الميزانية الوزارة الدفاع من ميزانية فرنسا. الميزانية بتاعاتنا متزمة. العجز جاي من المصاريف العسكرية. المصاريف العسكرية بتصب في مصلحها. وده مش حقيقي قوي وحي ومش حقيقي. طبعا المانيا عايش على الحماية الدولية. ان المشكلة طبعا ان المانيا مشكلتها الرئيسية كالخطر هي الروسيا. بينما فرنسا بتبوص على الجنوب. طبعا كل واحد ممكن يقول انه يجب عدم اهمال الجزء بالصوبة اللي هو شايفه. بس يخداء اجاب ده. وكان في مكرون او فرنسا مخيار ما بين خيارين سياسة خارجيهيات. تتحالف مع كل ضد المانيا. بس المشكلة ان الكل حاليا عنده برول شعبوية قوية. يعني ايطاليا اوروبا الشرقية. ومزاجهم مش عاجب لاسباب وجيهها الرئيس الجمهورية الفرنسي. يا اما يحاول يقلع المانيا انها تقدم تناثلات ويتحالف معها. هو مختار الخط ده معها مشكلة انهم مش عارف يقل معها تناثلات. فدي قصة. حاليا الواحدة الاوروبية هي هو ركبة على المانيا مش ركبة على الباقي. ويمكن شوية الى حد الماده الاوروبا الشمالية. الباقي مش مبسوط. ففيه جلس من العام الالماني بيقوله الباقي مش مبسوط يمشي. يعني اعرف نفعشاتنا يمشي. مستوى عن الواحدة الاوروبية من رئي فرنسا ملهاش معنا اوي. ومن غير ايطاليا يعني مش قاضي على فرنسا فقط. من رئي فرنسا ويطاليا ملهاش معنا اوي. وبعد كده فيك حاجات عجيبة جدا في المشروع الاوروبي. هو القوان هو تات مشروعات في ان واحد والتاتا ما بيغكبوش مع بعض. بس هناخد المشروع الرئيسي اللي هو مشروع مجنون في الاخر. او كان له حيثياته بس دلوقتي خفت. هو بيقول ما معناها ان السياسة جلبت الشر. الحروب جلبت الشر. فاحنا هنبقى انه سوق كبير جدا. سوق كبير جدا. هن اروبا هتبقى نموذج لنهاية التاريخ. دول عايشة في سلام. تطبق اتصاد السوق. تحترم دولة قانون. ونحط قواعد في قواعد في قواعد. اي حاجة ممكن تتوقعها هيبقى فيها قواعد. هنموت السياسة. ولو في مشاكل. لو في مشاكل بنا. هنحلها في وقف مغلقة. والى اخيه الى اخيه ما بين اهل الخبرة. المشكلة الى اهل الخبرة دي. هنبقى ما عندهم شراعية انتخابية. ما عندهم شراعية انتخابية انت مين. فهو قائم. هو بيقول عشان يبقى فيه ديموكاطية. المشروع الاوروبي لازم يبقى فيه شعب. اه ديموكراسي حكم الشعب. هو ما فيه الشعب فيه شعوب. فبما ان داش نعمل ديموكاطية اللي ما فيه الشعب. هو مركزه شعب. هنعمل سيادة القنون. واقتصاد سوق. وقواعد وحب الجميع. ولنجي مفتوح لو انت عندك. طبعا الناجي مش مفتوح. لان فيه مقاومة شعبية لدخول تركيا. بس هنحط قواعد كده. المشكلة الموضوع ده منافي السياسة. انت مش التاريخ منتهاش. التاريخ الجالك. الجالك في عقر ده مرة تانية. والى اخيه الاخير. طبعا فيه شكر تاني من المشروع الاوروبي. اللي هو ان مسلا. كل دولة الاوروبية الوحدة ضعيفة. هو مشروع قوة. مش بس مشروع نهاية التاريخ. مشروع قوة. بس البيروكراسي بتاع بروكسل. النقطة دي مش عنده مشروع قوة. مش عنده طبيعي. وعنده ميل عشان اترق عليه شوية. وفيها ظلم. بس عشان افهم. تصورات الناس عنه ايه. انه مش لاقت. انه مثلا توزيع. انه نقول ايه. استياد السمك. ان انت ممكن تستياد 20% من البحر ده. وجنبك 10% منش ايه. منش زي توزيع المهاجرين. انه مشكلة التوزيع السمك قد تكون مشكلة فنية. توزيع المهاجرين مش مشكلة فنية. في دول محتاجة مهاجرين. دول مش عايزة تشوف مهاجرين. الاخر الاخر. بس عدي مثل تاني. انا شمعت مسؤول اوروبي في محاضرة في جامعة اينما. او في مركز بحس اينما. كان بيقول وده المشكلة اللي بتنرس. احنا اختراعنا طريقة جديدة للتفاوض. اي مفاوض في اي حتة في العالم دي فكرة نية التاريخي. بيجيوا معنا جزراء وعصائر. احنا متحضرين. احنا منيجي معنا جزراء. معنا جزراء. ومخابئين جزراء اكبر. ما عندناش عصائر. احنا بنحب البشريات. فبالنسبة للشعب اللي بتسمع كلام ده. الجنان اللي لاسمي ده. اه ففي المشروع عنده مشكلة شعبية. من ناحية تانية هو المشروع ضروري. وعشان ما انا كده حاولت اشرح ان الموضوع مش موضوع عنصرية. فيه طبعا عنصرية الخاصة كده. بس فيه اسباب وجهة جدا للتوجس من هذا المشروع. من ناحية تانية هو طبعا المشروع ضروري للموضوع الكوة. دي واحدة. اه ممكن هنكمل بعدين لو. لا لا يعني هنكمل على الاقل الساطر ده لو صح الفكرة يعني. اه هو مشروع ضروري للموضوع الكوة. وهو من ناحية تانية هو مشروع اول ازاي قائم على اصص. اه اه الاوروبا دولة ده انا كنت عايزة حانس اقوله. اه اوروبا دولة مش دولة. دول كارة كبيرة السن. المتوسط الناس الكبار في السن. صحيح. اه كبير جدا. فدي ناس عايزة السيرة الالمانية. ان الفلوس تاعتهم كميتها متنزلش. فهي حتى لو ما بتحبش الجزية بتاعت ان الدولة الوطنية كخة. التاريخ بتاع اوروبا كله اسود. لا احنا فرخوين منحب بلدنا وكذا وكذا. تيجي تقوله طيب نتلع من الواحدة الوروباية. اقول لك لا. انا الشقة عمري حيروح. فالقسم اللي اخبطة اكتر. انا بدي مثل بس كذا مثال. طيب انا هزا ازا هروح للفاصل بس. بعد الفاصل على النقطة بقى الاخيرة طيب هو. عاجلا ااجلا بيحصل عملية احلال جيلي. والاجيال اللي بتبدأ تدخل سواء ازا كان جوه طبقات الحكمة. او حتى جوه طبقات التنفيذ. هي تنفيذ داخل سوق مفتوحة. او تنفيذ داخل اجهزة الحكومة ومؤسساتها. في النهاية على ما يبدو. هم كمان مش مقتنعين بهذا المشروع الضخم. وشايفين ان احنا يتعملوا حاجة اقرب للداون سعيزنج. ممكن الحفاظ على بعض الاتفاقات والمعاهدات اللي تعمل شوية روابط. لكن اكتر من كده لا داعي. هل ده معناه ان المشروع فعلا مهدد خلال سنوات قليلة قادمة؟ ومن ناحية اخرى بقى. انعكاسات ده على جنوب المتوسط. وهو الاقرب الى هذه القر. هل الروس موسكو شايفين ان هناك ضرورة فعلا لتفكيك الاتحاد؟ بحيث انهم اقدروا يحصلوا على مكتسمات اكبر منوارات اكتر؟ عودة عدي بس روسيا وامريكا. روسيا وامريكا. فاصل ونكمل الكلام. مع بصراحة مع يوسف الحسيني على لجوم افقام ولجوم افقام تي بي. موسيقى عودنا والعودة احمد بعض الفصل. على سبيل مثال. هنا هل نقدر نقول انه وزي ما كنت بقول وموسكو لها مصلحة في داوة بتلي تحصل على قيمة تفاوضية اكبر ومنوارات اوسع؟ ما قلت لي وطبعا امريكا. نفهم اللقطة. هو الاتحاد الاوروبي في ازمة. و ازمة لا يتعامل زعماء معها بطريقة مغدرة. بعد كده الاتحاد الاوروبي من نوع الحاجات اللي هو انجازاته كثيرة. الناس نسيتها. بس لو في خطر احتمال كبير تفتكرها. دي حاجة. بعد كده طبعا فيه مشكلة انه وقائم على رهان ثبت خطأه. ان عملة واحدة هتعرف تكبر كل دول انها توحد اسق نول ازاي جينات اقتصادياتها. طور ادارة اقتصادياتها. وان كله هيعرف يبقى تلميذ المانيا. مش عظي ان المانيا هي اللي صح والباقي غلط. سيقول واحد منهم لكل شيخ طريقه. اللي كل الناس هتتبع طريقة الشيخ المانيا. وده طلع غلط. ففيه لا فيه ازمة. وطبعا لو كملوا كده وده احد اسباب قلق الرئيس ماكرون. ان لو الدول كملت. او النخب كملت بالطريقة دي. النخب الحكم كملت بالطريقة دي. فعلا المخاطر تتفعقها مريك بيها جدا. ناحية تانية اه طبعا روسيا وعالالف دونالد ترامب. شايفين رئيس دونالد ترامب. شايفين انه من مصلحتهم تفتيت واحدة اوروبا. روسيا لازباب واضحة انها شايفة انه الولايات المتحدة والحلف الاطلانسي واوروبا استغلت فتة الضحف تبعت انهيار الاتحاد السوريتي. وانها اتسبت مكاسب بخلاف عود شفوية او مش شفوية او احتياط. وانه ما بيتعمل لهاش حساب وانها في الواقع هي ضعيفة. فبالتالي من مصلحتها ان قصادها ناس اضعف منها. مش قدها او مش اقوى منها على الاقتصادية. وفي الجزئية انه هو عايز يسترد دائرة نفوذه لاسباب تتعلق انه لا يؤمن بحسن نية. فيه حاجة ولا الامريكان ولا الاوربيين ما بيشوفوها انه احنا مش مضطرين. انا متكلمش كانيروسي بقى. فيهش دورة في العالم مضطرة تفترد عندهم حسن النية. انه احنا عندنا مصالح لازم ندافع عنها. وانه اللي كويس ليه ومش ضروري بقى كويس لينا. او روسيا ماشى بالقصادية. انا ما بحبش بمثبت الوريس بوتين. بس في النقطة دي او ممكن اتفهم منطقه. هي المشكلة طبعا انه او لو اوروبا الشرقية عايزة تنضم الاوروبا الاربية. جزء من الموضوع انه هو معوبة منه. يعني اللي عايزين يعودوا الى الفلك الروسي في اوروبا الشرقية. قليلين جدا. وترامب طبعا ماشى بمنطق انه هو امريكا بمصلحتها انه هو قليات العمل الجماعي. ممكن ادي مثلا منظمة التجارة الدولية وهو اشرح القصة. قليات العمل الجماعي كانت يمكن مفيدة. وهو بيشك في هذا بس. وحاولها بطريقة ممكن ان الناس تسمعها. كانت يمكن مفيدة لامريكا من عشرين سنة. دلوقتي ابتم علىها افاها. وانه مش عايز عايز يفكك كل الريات دي. وياخد كل واحد اللي واحده يتفاوض معه. من منطق قوة. وماشى بمنطق انه الحلفاء انك تبه حليف امريكا. دي ما بتديلكش امتيازات ده شرف انت لازم تشتريبه. فهو ماشى بمنطق اوكي انت عايز سيبه حليفي حت تديلي ايه. وكذا وكذا. طبعا بالمنطق ده هو مصلحته انه ياخد كل دولة لوحدها. مش عايز يتفاوض مع كتلة كبيرة. طبعا ممكن نقول ان ساعتها هو اضعاف اوروبا. هو اضعافها امام الصين. وفي الاخر مشكلته الكبيرة مع الصين. وكذا وكذا ممكن نتشكك في استراتيجية تربصها. التحليل وكذا. ادي مثل لمنظمة التجارة العالمية. فيها كاسة قليلة وهي كانت مفيدة جدا. لكن احدها قليلة هي ان انت لو اقررت بميزة لدولة. ميزة تجارية لازم تجارها لكل دول انت بتعامل معها. ودي حاجة هي امريكا كانت عايزة تجبر كل الناس على تبني الاقتصاد والأرسمالي. ولي حد ما التجارة الحرة. فقدت تنازلات واحد منهم القصة دي. ان هم تقدت تنازلين من 20 سنة و15 سنة. الدولة النامية اللي بتنضم لمنظمة التجارة الدولية. هي ممكن من حقها بشروط طبعا انها تصدر حاجات الدولة الغنية. ومن حقها تحمي صناعتها الناشئة برضو بشروط. فيه بقى النقطة التانية مشكلة. طب سنة 2000 او 2001 الصين تقول انها دولة نامية اوكي. فيش مشاكل. انما النهاردة ما هيش دولة نامية هي دي دولة عظمى. وهي بتقول لا انا لسه دولة نامية. وفيه بقى الخناقة انت يعني واحدة. ومن ناحية تانية فيه اساسا الوقت المتحدة انشئت دولة ميلادها في حرب تجارية مع انجلترا. فهو بالنسبة له السياسة التجارية جزء سيادة. فالجزءين هو مقايد نفسه بالقصة انها البديل لحد لازم اديه الجميع. هي مش عجبة. في دي بصرف الناس عن اسلوبه الفج وكذا 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 وكذا. الموضوع ده مش عجبة ترامب. ومو حك يا تخيل حضرتك ان حد قالك لو انت اديت ميزة معاوش انا للسودان او لليبيا. لازم تديها الاسرائيل في ناس هتقول ليه يعني. فالموضوع ممكن يزامي. ضم حضرتك على كده ودي نعودة الى صلب الموضوع ان ترامب. اوباما كان كده بس اوباما كان مؤدب وبابتسامة وبكلام اخلاقي فالناس مش واخد بقالها. عندهم مشكلة موقف شديد السلبية نقول عشان ما اقولش عدائي من البانيا. بالنسبة لهم البانيا بتصدر وما بتشتريش. ومن ناحية تانية عيشها عسكرية عالة على امريكا. اوباما كان بيقولها بطريقة لطيفة ومن فضلكه اغفعوا سقف وكذا. ترامب ما بيقولهاش بطريقة لطيفة وبيعمل ميركل بطريقة سخيفة جدا. فغير ان هو عايز يفارتك الواحدة الوروبية هو تحديدا مش طيق المانيا. عشان كده عراقته في الاول اللي دلوقتي سائت. عراقته في الاول كانت كويسة بماكرون. هما الاتنين شايد. عندهم نفس التشريص. طبعا ماكرون مش هيقوله. واظن ان هو مش هيسمح ان حد يقوله. عشان نعارف ان في شعور ضد الواحدة في اوروبا. بس ماكرون وتشخيصه مش بعيد عن تشخيص فيما يتعلق بالالمانيا. دولة عالية عسكريا. وما بتساعدناش اقتصادية. طيب بالطريقة دي هل اقدر اقول وين كان انا هروح للفاصل بس هاسمع الاجابة بعد الفاصل. هل اقدر اقول انه ماكرون للمفترض جدلا انه انتخب على انه يمثل طيار وسطي. هو اقرب الى رأس مالية دولية منه الى طيار وسطي. هو اقرب لمنظومة لو صح التعبير برضو اقل قيمية من المنظومة القيمية الاوروبية. هو يقدر يلاقي لغة مشتركة ما بينه وما بين ترامب نتيجة وجود المنظومة الاقل قيمية في ده. او المنظومة الاكثر نفعية لو صح التعبير او الافكار الاكثر نفعية. هروح للفاصل وحاول افهم ده. انتو معه بصراحة مع يوسف الحسيني على لجومف ام ولجومف ام تي بي. اهلا بكم معانا ولسه بنكمل مع ضفنا العزيز دكتور توفيق كلماندوس استاذ العلاقات الدولية بالجمعة الفرنسية. هل نقدر نقول انه اه توافق ما بين اه مكران وترامب هو توافق الناس التي قد تكون اكثر نفعية اقل ميلا الى منظومة قيمية. اه وهل الميل ده او التفاهم ده من الوارد انه هو يستمر ولا من الوارد جدا انه لا يستمر نتيجة تدخلات اخرى. اذا كان من الالمان اللي ممكن يلعبوا نفس اللعبة مع الروس. وا اظن وارد. اه انا اعتقد اولا انتوافق زال مش هيزول هو زال. ومن ناحية التانية في اوجه شبه بينهم بس مش موضوع النفعية. اوجه الشبه اولا ان هما الاتنين جايين من بره العالم السياسي المحترفين. وان هما الاتنين اللي في عقله بيقولوا تقريبا. يعني ما عندوش قدر على التحكم في رابطه القوية في انه يقول حاجة. يعني ماكرو مسلا قدر يقول ان هو مش هيسيب الكسالة والصرع يقصر شعبه. يعني عندو ساعات اي حاجة بتخطر على بيله حيقولها. طبعا الساعات بيعرف يحسب ومش قدر ان هو راجل ذاكي جدا وبيعرف يحسب بس عندو التكة الشارسة دي. انها انا بقول الكلام اللي عايز اقوله. وبحب الخناءة. هما الاتنين بيحبوا الخناءة. بعد كده في طريقتين لقرارة ماكرو. واحدة منهم اللي اقتريت اكثر يسار او اكثر يمين. انه في الاخر هو عباره عن يميني نفعي كحرك. هو الاخيري والاخيري. والجزئة اليسارية دي كشرة او الورق التوت. وفي اه ممكن نقول لا ان هو فعلا في شك منه يميني رأس مالي. وفي شك منه يدرك تماما ضرورة اعادة توزيع ودفع الفقر الى الصعود السلم الاجتماعي. المشكلة انه حاليا في فرنسا مفيش موارد تتوزعه. وان هو لازم يشجع المان قادر على خلق موارد او خلق دخل. ان هو يسترد زمام المواضر على التوزيع حتيجي اول ما يبقى فيه فلوس. ففيه القراطين ممكنة لماكرونا انا بمين للتاني امكان الحسن نظن بيه. طبعا فيه هو مشكلة ماكرونا من واحد بيه خطاباته. هي مشكلته مع الغياء. ان هو ما بيحبش الشخص مثلا اللي عنده عمارة. وبياخد داخل منه وما بيشتغلش. فهو عمال يحط ضريب بما فيه مع الناخبية على الغياء. والناحية تاني بيحاول بالعكس انه يحرر العمل. بس شك منه ان فيه ناس من الفقر ممكن هون بيعيشوا على النوع من انواع الغياء. اللي هي المساعدات الحكومية. فهو عنده مشكلة مع الغياء بتضرب الاتنين. اليمين قصلي الا. الغني والفقير. ومع عدم ساعات قدرة على التمييز ما بين الوضع ده و الوضع ده. ومع عدم قدرة على التمييز انه مثلا فيه مقاول مثلا عام العشر عشرين ليول. بدي امثلة. وساعاتها بقى تايب وحاسس انه عنده ستين سنة من حقه. يشتري عماراته ويعيش من داخلها. هو مشكلته الرئيسية انه الناس اللي حطت فلوس في شؤة في عماراته وكذا. او اي حد بيعيش من اليه عايز لما. انا اعتقد انه ماكرون على كل ما سوء وهو في الراجل ينتمي للطيار الانسانوي او الانساني. ترامب مش كده. ترامب الراجل بيحتمل عالشعبوية. ومعتقدش انه ماكرون له في الشعبوية جدا. اعتقد ان ماكرون عبارة عن شخص ذاكي جدا. من عيلة مصطورة وكبيرة. ومتعلم ومثقف بس عنده مشكلة انه هو مش فاهم الشعب. دي حصل في فرنسا بلكده مع فرق انه هو اكثر شجاع. ولكن اكثر تهورا. ما عايز يسكار ديستان الناس امخاخ تنباهي لما بتقعد معهم. بس سابق الاخر الكرام بتاعهم مالوش داعه بهموم الشعب. طيب هل من الوارد انه مسألة الشد والجذب اللي ايمة ما بين ترامب وما بين الالمان. اعتبرها انها شد وجذب ما بين ترامب والالمان ولا هي ترامب وانجلا ميركل. اللي اتنين. اللي اتنين. في مشكلة بنية وية. لانه اوباما كان عامل نفس المشكلة بيعالجها بنفس الطريقة. بطريقة او ما بيعالجهاش بس بيتعامل معها بطريقة اكثر تهزوبا. مثلا في مشكلة مع ان الالمان اظن ان ماركل تدرك تماما ان هو لازم اعادة تسليح اعادة بناء جيش الماني. وان هي لازم تطلع بمسئوليات في معاوسيسات الدفاع. لازم تدي تطمينات. وان هو التطمين الامريكي انا اعتقد ان هي عب موجود بس في ناس بتشك في وجوده حاليا. ان امريكا في مزاج عزالي. انا ما اعتقدش ان امريكا حتبه في مزاج عزالي كسيرا بس في ناس خايفة من كده. فبس يا فقط الشعب بتاعها والنخب سياسية مش عايزة الكلام ده. انا ما تداش ماشي الكلام بالعافية. على العكس ماكروان. هو بتصوره واحنا شوفنا النتيجة ده ممكن يماشي الكلام بالعافية. هل من الورد خلق تفاهمات ما بين الالمان وروس؟ والتفاهمات دي هي اللي هطام من اوروبا الشرقية الروس. عاوزين يستعيدوا مجد سابق. دي بقى ممكن يمفي مشكلة مع اقتل بوتين واحتقب المجد على حق. دي الطباع مش هي هي. والتفاهمات هتمت ازاي ما هي. برضو في مشكلة موضوعية ان التفاهمات لو تمت هتمت على قفة اوروبا الشرقية. واوروبا الشرقية دي مع. من عشر من خمس سنين قطور الحراكة اوروبا الشرقية دي عايزة المانيا. انا اوضا انا مش هتأكد. الفعلا مستقيم جدا من الالمان لاسيما على حيث موضوع الحجرة. ومش موارد انه تتعمل التفاهمات وتخلق طمقانة على الاقل عند جانب من اوروبا الشرقية. انا مش من الناس اللي بتظن ان هو بوتين عاوز يدخل اوروبا الشرقية. هو عنده مسألة تأمين حدود بشكل او باخر او السيطرة على بعض الموارد. علشان يبقى مؤمن نفسه. ويضمن ان هو مستقر تماما. سواء كان هو في الحكمة او انه الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري بتاع روسيا امن. طب. لكن من ناحية تانية بردن الناس اللي بتظن انه المانيا دي هي اسد اوروبا الجريح. دي اللي تم اقتطاع اراضي منها مع مشروع جنرال مارشل مقابل مجموعة اخرى من المكتسبات. فالمانيا دايما شايفة ان هي انا اللي اتجرحت في الحرب وانا اللي اتحملت الفاتورة الكبرى. ومش المفترض ان انا اكتفي بس بالمكتسبات الحالية. يعني انا لسه في عندي مكتسبات يجب ان انا اسعى اليها. اللي هيديهم ده هو الطرف اللي موجود على غربهم. اعتقد ان المانيا دولة حكيمة جدا الى حد ما طبعا مع ساعات الحكم تبقى لنوع من العبط. انا راضي يقول للمانيا دولة يمكن هي دولة كبيرة في السن. يعني فعلا نسبة الشروخ فيها او الكبرى في السن مختفعة جدا. فهي لا تملك طرف سياسة تطالب باسترداد اراضي مثلا. مش ممكن يعني ما عندهاش البنية. مش استرداد ولكن اللعبة على هزا الوطن. اللعبة هي قاعدت باستراتيجية مدروسة وتنفزت هي قاعدت بناء الامبراطورية الجرمانية بهدوء. يبقى في اسم يبقى صادم للناس. هي متحكمة في اوروبا. متحاوضة طبعا جزء من المشكلة. هي متحكمة في اوروبا. اللي هي عندها كتلة اصويترية معاها من الناس. تحتابد عليها احتماد كبير. لا المانيا عندهاش القصر. ناحية تانية وبتسمحها كتير مثلا فيما يتعلق بالنزاع العربي الاسرايلي او المعاصر الاسرايلي. سيقولك انت شوف حدود زحقانين ساعات مسرعة ده. ممكن تسمع في اعداد خاصة. ناس تقولك انت شوف حدود اوروبا سنة 1900 وشوف حدود النهاردة. كل الحدود اتحركت. محدش مننا بيفتر يعيد فتح النوضوع على طول على طول على طول على طول. فالجزئية ان انا احتقد ان المانيا طبعا في دايما اقلية اضطردت من بولندا او من الشيك. ودي طبعا ما نسيتش بس بعضهم برضو مات يعني او اغلابهم مات. وبقولاتهم موقفهم متباين في القصة دي. انا اظن المانيا قبل حدودها الى اخيه الاخير. السؤال الرئيسي بتاع حضرتك ما عليش وحط المنظومة بتاعتي. اللي هو احتمال المانيا وروسيا يوصلوا للتفاهم يطمن الجميع. حاول حركة بالصريح العبارة انا ما عرفش. لازم اذاكر قبل ما ارد على حضرتك. وساعة من الشعيب انه واحد يقول ما يعرفش. ما عرفش. بالوايم صعبة. بس لازم عشان اجي اقول حاجة تكمع المستمع او المشاهد. لازم اكون مزاكرة احسن من كده. انا هروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل عايز اعرف تأثيرات ده بقى على جنوب المتوسط. من اول المغرب لحد ما نوصل لمصر وبعد كده لو عندنا وقت ممكن ناخد بقى الحتة لو صح داع بر الشامة ناخد فلسطين لبنان سوريا. ثم ووصولا الى الحدود التماس مع تركيا. فاصل ونكمل الكلام. انتو مع بصراحة مع يوسف الحسيني على لجوم افقام ولجوم افقام تي بي. حاجة صعبة جدا وكل ما زواية تتفتح وتبقى عندك كده حالة من حالات النهم انك كنت تعرف اكتر تعترف ان الحلقة بتغنص. احنا فضلنا 12 دقيقة فانا حاول استغلال استغلال الامثل. اولا هبدأ باخر نقطة كنت باسأل عليها هي مسألة تأثيرات ده على جنوب المتوسط. هتبقى ايه? انهار الاتحاد الاوروبي. لو حصل انهار الاتحاد الاوروبي. لا هيبقى هتبقى من ناحية كارثة والكارثة ما بعدها كارثة. بالساعة الكارثة تبقى فرصة الانطلاقة جديدة. انطلاقة جديدة يعني سواء ايطاليا يونان فرنسا دي دول قطعا محتاجة عملة اضعف من اليورو. عشان تعرف تصدر عشان تعرف تسترد نشاط سياحي. طبعا فرنسا عندها نشاط سياحي كبير. من ناحية تانية طبعا في المقابل كل الدول دي تتميز معا في نسبة اليونان بس غالب اليونان كده برضو. بس ايطاليا وفرنسا ده دول نسبة المسنين كتر ودول مش عايزين تحويشة العمر. تروح بتغفيدات في العملة. لا هتبقى وبعدين فيه طبعا مشكلة ان الواحد مش عايزين يحسبها. الاسواق العالمية هتشوف دي فشل زريع يستحق العقاب ولا فرصة جديدة. دي غالبا باللوايم هيشوفوا فيها فشل يستحق العقاب. واسم ما تداش تستبعد ان هما يقولوا اه فرصة ونعمل كذا وكذا وكذا. فهو مجهول مجهول مع يستحسن ا 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 ولا طعف طعض وانت مستريح. الوضع مائع يعني. الوضع مطعب. مائع مطعب. مش مائع مريح. مطعب مطحب الوضع مش كويس وما تداش تخرج منه اياه بالانطلاق الامام اياه بالروح الى ببقى. طب اوروبا زيها يعني. اه حقول ايا فيه بس مش حال سيناريو انهيار. فيه اه مراكز تفكير في فرنسا ويطاليا. اه اه كتيرا. انا بزود هو بيقولها بحيث ساكتر. فكك من المانيا اوروبا الشرقية لازم نتعامل مع جنوب المتعصد. طب هنا هرجع على مسألة انه اوروبا بشكل عام والاتحاد بشكل اكثر خصوصية هو يبدو يبدو انه بيقرب ناحية سياسات اكثر انغلاقا فيما يتعلق بشعوب العالم التالت من طالبات الهجرة او اللجوء الى اخره. وفرنسا من الناس اللي عندها يعني مشكلة اظن في هذا الموضوع. سواء اذا كان من دول شمال افريقيا زي دول مغرب العربي او من دول الناتقاب الفرنسية في قلب القرة الافريقية. تعتقد انها هتجنح مش بقى فرنسا والكل الى سياسات اكثر انغلاقا في التعامل مع الاقتصاديات الفقيرة في العالم؟ طبعا في احتمال قوي الناحية الثانية هم كل شوية بيقولوا انه حيقفلوا حنافية ويحاولوا يقفلوا وما بتتقفل شوية. الواحد لازم يشوف ان المثلا هي مسلا تقليدي وما بقاش دقيق جدا بس هو برضو لي الجانب من الصحة. الفلساوين مش زي انجليز يعني هم كل واحد منهم عنده نوع توجساته. التوجس الفرنسي وهو توجس اختلاف. يعني لو انت اهلا وسهلا بيك لو انت شكلك نصري ومجيبه شكلك كذا وبتعيش عطاري الفرنسية بتاكل جمنة بس تكلمش عن الدين في الصحة العامة ولو تكلمت التاري عليه شوية بس مش كذا تشرب بساعاته هو ما عندوش اي مانع ومتوجس من اي ثقافة تانية. هو شايف ان ثقافته قال لا. لو انت مصقف ثقافة فرنسية ما عندوش ممكن يجوازك بنتك الى اخير نسب الجوازات ما بين اثنيات مختلفة. اظن ان كل فرنصر من ثلاثة عنده يا اب يا جد اسم الشاكر اجنبي. فالجزئية بتاعت هو عايز يفرنص النص الغير. بس ما عندوش مانع بعد كده ان هو يجوزه بنته او الى اخير الى اخير. او يجوزه هو الى اخير. الانجليز عامة خايفين من بيحتاجهم ثقافات الاخه وبيقول كده بس انها ما تجيش دي اوز بنتي. انت فقعد في مكانك وانا في مكانك. وخايف من النول ازاي من الاندماج وعايز خايف من النول ازاي الاختلاط بظبط. خايف من الاختلاط. فهم حاليا نظرا لكمية الفرنسوين اللي عندوهم عرق حتى على 12.5% عرق اجنبي صعب جدا انه يقفل. صعب جدا انه يقفل. وبيقول كل شوية انه بيقفل. بس صعبا فيه توجه انه ده خطر. انه اساسا فرنسا فيها معاوش ما بين 2.5 مليون و 3.5 مليون عاطل و ساعات اكتر. مش عايز عمالة تانية. ومش ناقص عمالة تانية. ويطاليا عندها نفس المشكلة ان هي قريبة جدا من ليبيا. هي مش عايزها عجرة تانية. فطبعا فيه مواقف انغلاق. المانيا العكس. المانيا دلوقتي. المانيا كمان مسلا سنة و سنتين هيبقى عندك نصف مليون وظيفة شرعة. مش عارفين ان عندهم مش المانيا. وما يشفر بالضرور وظائف دونيا. اه. هو المانيا محتاجة ناس. فالدول طوى اوروبا الشرية برضو متجهة الى مزيد لانه ده العقل. لانه فيه زكريات كده عن الامبراطورية العثمانية. صحيح. وطبعا اه اه او احتلال. اه انها احنا احنا محتاجة انه كانت حالة هضور وكويس. انه كل شوية فيه محتاجة تانية جاي يحرارك. فمن المرة وبنبقى. وابينجي بعاخد كل ما انا نتعامل مع الامبراطورية السابقة. بس الفكرة انه طبعا مع اهدوجان ده اللي هو رئيس اردوغان اللي عنده احلام احياء الامبراطورية. لا هم عنده مترجس شديد جدا من الهجرة ومن هجرة الاتراك تحديدا يعني. وده متضايقين جدا ده جزء ما زعل بن ماركل ان هي استقبلت اه ناس. احنا مش عايزينهم. طب على ذكر تركية في وضعها الحالي اللي افترضنا انه النمط ده من الحكم اذا كان رجل طيب اردوغان او يخلفه يبقى شخص بينتمي الى نفس الطيار ونفس العقيدة السياسية. تعتقد انه هم هيبقوا من اوائل الرابحين من وراء الاوضاع المائعة في الاتحاد الاوروبي او قد تكون مستقبلا انهيار الاتحاد؟ هو بيلعب بسمعه هو قاصل دور في اضعاف الاتحاد. هو فيه امتعاض. حاول حاجتين متنخلات. فيه امتعاض منه وفيه غربة الى علاقات بجيه ده معه. اللي امتعاض منه ان هو ماسك مفاتيح مهمة جدا منها الهجرة ومنها الجهاديين. وهم مش مبسوطين من الابتزاج بتاعه الدائم في القصة دي. وفيه اسباب اخرى يعني بس هو اه السبب التالت ان هو فيه اقليات تركية وفيه اقليات مسلمة في اوروبا. الاقليات المسلمة طبعا هو عنده دلال في الاقليات التركية بتنتخبه بالنسبة كاسحة تمانين تسعين في المئة منهم بتخبوه. وفيه محاولات للتقالغ الاخواني في الجاليات المسلمة. وهو دي هو بيدعمها لان في حالين فيه تحالف بينها ولو الاخواني قويه هو وحيقه. ففيه ناس كتيرة في القوة دي اكتشافتها ان فيه دلوقتي توجس من اللجول الاخواني ما كانش موجود مثلا سنة 2012-2013. من ناحية تانية هم حاسين ان هو اتظلم. ان كل كل كلام اللي بيولو اردوجان على امريكا وعلى اوروبا فيه شرق من الصحة. دي من ناحية ومن ناحية تانية هم خايفين جدا ان هو يقول لهم مع السلامة انا هتفق مع كوتين. فحاسين ان هو لازم يدوله حاجة لكي يظل في الحلف الاطلانطي. مع خوف او ترجس ان هو يقعد في الحلف على طريق دي جول. يعني يسيب الجانب العسكري ويقعد في الشرك السياسي بتاع الحزم. ويحاول يمنعه التطور ده فلعشين يمنع التطور ده طبعا لازم يديله حاجات. والنها هتعاني التالتة هو فيه مشكلة متعلقة بسياسات الدفاع. ان الجيش التوركي قوي. فانا ما عامش حاليا مستوى ايه بسرعة يقال عنه انه قوي. وان حاليا انا بتكلم على فرنسا ما عامشو لنسبة للمانيا. فرنسا حاسة ان هي محتاجة اعادة هيكاية الجيش لسببين فيه تحديدات جديدة. وفيه تكنولوجيا جديدة. بس المحطيات ما تسمحش انك تقول التهديدات الجديدة لشكلها ايه والنسبة. يعني اغازي اقول الخلاصة ان عشان تبقى جاهزة لكل الاحتمالات عايزة فلوس مش موجودة في فرنسا مش هتبقى موجودة. ولا في المانيا. يعني هي اعادة منظومة بناء منظومة اوروبية. بعيدة ان عاملات المتحدة تكليفية غالية جدا لو انت عايزها بمصداقية. بس عايزة هو يفضل ان تركيا تبقى معها. اوكي. طيب. يمكن ان افضل لي هيا دية او نص. ده يساوي ايه بالنسبة للوضع المصري. الوضع المصري بصفة عامة انت تلميذ كويس. بيلتزم من قوعد القانون الدولية. مش مقرف. هو شايف ان تركيا وايران بكاما هو شايف ان لازم يوصل للاتفاق او يغري ان هو مش معادي الاسلام. فلازم يوصل الاتفاق مع احدى الدول الاسلامية الكبرى. الدول الاسلامية الكبرى بالنسبة له مش الخليج. مع الاحترام الكامل اللي اشيقانه هو تبقى بولش انو كلامهم صح ولا غيرا بصورة كلامهم كده. هي تركيا ايران او مصر. او مصر مش مقرفة زي ما تعرف زي ما احدى بتحب حضرتك ومش هتعمل لك مشاكل وموجودة. فخلاص. اه فخلاص. ومصر كمان في الجزيرة وتعمل جزء من الحزبة دي موجه للاقاليات الاسلامية لجوه. ومصر عاني من الدعاية الاخوانية ضدها. اه فهي مش المثل اللي هيحسب موضوعه احنا بنحب الاسلام. اه الاخوان بعملين يقولوا انو احنا ما بنحبش الاسلام. اه وفي ناس بصدقة ومش بصدقة خايفة انو مصر ما يبقاش المثل الكويس للخاصة. هذا الخبر السيء انو شكلك مضمونة. ومحتاج مساعدات اقتصادية فمش هتكلم كتير. وكذا وكذا. الخبر الكويس انو هو مرعوب من اللي بيحصل في افريكا. يعلم تماما ان جيشك يحتمد عليه. اه هو جيش قوي مؤسسك. اه له قدرات قتلية كذا وكذا وكذا. اه انك انت اه رشيد في سياساتك. اه مضمونة بس المضمونة ساعات تبقى مشكلة. وساعات كتيرة تبقى اوكي احنا عارفين ده هيعمل ايه. هيقول لنا لأ في ايه وحقول لنا نعم في ايه. اه فدي حاجة ومحدش عنده الخوف من الهجر بيلاع في صالح النظام المصري. لان هو بيقولك لو حصل هزة جامدة في مصر صفا الله. واحد في المية من الشعب المصري مشي. واحد في المية مش اكتر. ده مليون واحد. احنا مش حملة ناخد مليون واحد لعم ده. صحيح. فاحنا من مصلحتنا ان هذا النظام ينجح. صح. فهو حيساعده اه كتير بس هو مش على قائمة اولياته لانه مضمون. قائمة اولياته لان هو يشوف حل. طرف غير مزعج. اه طرف غير مزعج. ان يشوف حل موضوع تركيا او لموضوع اياد. دكتور كنت تتمنى ان احنا نقعد دكتور من كده بكتير بس انا حظي وحش. الحظ الكويس هو ان احنا اتقابلنا النهاردة دي ممكن كانت اول مرة اتقابل اتمنى ان احنا نتقابل كتير. انا ممنون وطالب هذا. انا بشكر حتك جدا. كل الشكر للدكتور كوفيق اكلماندوس استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية والمحاضر بجامعة القاهرة. خلصت الحلقة لحد كده لكن ان شاء الله لو كنا لعمرة هنتقابل الاسبوع الجاي في نفس المعاد برضو يوم الحد الساعة ثلاثة الى عصر توقيت القاهرة الساحرة في بصراحة. سلامت. كنتم مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجومف ام ونجومف ام تي في نجومف ام على كيفك. اشتركوا في القناة